الكوليرا تضرب نصف محافظات اليمن فالوباء استفحل في إحدى عشرة محافظة يمنية هذا ما أعلنته منظمة الصحة العالمية اليوم تطور يأتي بعد أن انحسر المرض في الأيام الماضية في ست محافظات فقط من ناحيئتها أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد حالات المشتبه في إصابتها بوباء الكوليرا في اليمن إلى أكثر من أربعة آلاف حالة المنظمة كانت قد نشدت المجتمع الدولي لتوفير دعم عاجل للحيلول دون انتشار وباء الكوليرا في اليمن خاصة وأن أكثر من ثلاثة ملايين نازح معرضون تعرضا شديدا لخطر الإصابة بالوباء وضع متداهر زاد من تعقيده حجم التحديات التي يسببها المرض في ظل تداهور الوضع الصحي في اليمن فحسب مراقبين لا وجود لمؤشرات إيجابية لاحتواء تفشي المرض في بعض المناطق فمعظم المرافق الصحية إما مدمرة أو عاجزة عن توفير أبسط الخدمات أما الطامة الكبرى فهو وجود نحو مليون ونصف المليون من الأطفال دون سن الخامسة مصابين بسوء التغذية وهم أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بهذا المرض ترجمة نانسي قنقر